قصة نجاح استثمارية على أرض بلدنا زي ده ممكن يتكرر مع شركات ممثلة اللي بينقصنا المعويقات اللي بتقف قدام الشركات دي علشان تكون موجودة في السوق المصري ده اللي حنسأل عنه دكتور أيمن وزي يا دكتور ما أنا بقدم حوافز للمستثمر فنقعي تماما المعويقات اللي أمام المستثمر أنا بشتغل ازاي على القصة دي لازم في البداية بس نقول إن الإصلاحات الاقتصادية اللي حصلت في 2016 كانت إصلاحات جيدة وهي اللي خليتنا نقدر نقف على رجلينا كدولة ما هيش من الدول المتقدمة وهي الصاحبة الاقتصاد العظيمة وزي أمريكا واليابان وألمانيا وغيره ونعبر أزمة كورونا يعني إن لم يكن هذه الإصلاحات كانت جيدة ما كناش هنقدر نعبر أبداً كورونا والملف بتاع كورونا ده بالتحديد أثبت إن الإدارة عندنا إلى حد كبير تقدر تواجه أزمات بشكل منطبط ونقدر نقول برضو إن هذا التحدي اللي حصل وإن إحنا نعبره هو ده كان دلالته إيه؟ دلالته إن إحنا فيه مستثمر بهذا الحجم المهول إحنا بنتكلم على مستثمر ضخم جداً عالمي من أكبر المستثمرين في عالم الإلكترونيات جاي وبيتوسع في مصر رغم هذه الفترة الغير مسبوقة في العالم كله من الكساد حالة من عدم اليقين في العالم في مسألة الاستثمار استثمر في إيه واستثمر ولا لأ وتوسع ولا ما توسعش؟ ما فيه شك بس إيه اللي شجعه؟ كان إيه اللي شجعه أن ييجي مصر في ظل هذه الأزمة البنية التحتية وما أنفق عليها لو ما كانش شايف إن فيه بنية تحتية قوية فيه استقرار في الطاقة مثلاً فيه استقرار في الشوارع والطرق اللي بتوصل فيه المواني والأرصفة اللي تعملت عشان يقدر يصدر ويستورد من خلال الأرصفة واضحة إذن لم يجد هذا؟ هذه البنية التحتية؟ ده مثل بس بيأكد كلامنا اللي كنا بنقوله إن هذه البنية لم تضيعها باقاً ولم ينفق فيها مليم واحد لن يأتي ثماره الحقيقة لأ ده إحنا كنا ماشيون بخطة منضبطة جداً كدولة يمكن الظروف عطرتنا زي ما عطرت العالم كله ولكن إحنا نكحين بدليل بدليل واحد بس هو وجود مستثمر لسه جاي وغيره فيه مستثمر كبير كمان لسه جاي إن شاء الله قريباً جداً هيبقى مفاجأة كويسة جداً للشعب المصري دي حاجة أزمتنا الحقيقة في مجال الزراعة تحدي حقيقة لازم برضو نقول الحقيقة الحقيقة بتقول إحنا عندنا بيروكراطية عملت أزمة كبيرة جداً عملت عدم ثقة ما بين الحكومة وبين المستثمرين البيروكراطية بقى دي الحقيقة هي دي الحوار الوطني اللي يحلحك الحوار الوطني لازم نبعرفين هو أداة منجزة جداً جداً وأداة سريعة جداً لحل المشكلات العميقة في الدولة المصرية اللي بده 50 و 40 و 60 سنة عندنا حزمة مشكلة زي الاقتصاد يا دكتور أيمن خليني أقولك أنه الناس جوه نفسها بتقول و أنا حستنى الحوار الوطني ده كله علشان أحل أزمة اقتصادية أو أشوف الأسعار بتتحرك أنا أعي تماما أنه محدش يمتلك عصة صحرية لتغيير يعني السوق و ده كمان يعني سوق عالمي مش بس مصري لكن هل هناك من المرونة داخل الحوار الوطني أنه يكون فيه أولويات لكل ما يخص المواطن وكل ما يعني فيما يتعلق بالحاجات اللي بتخص المواطن في يوم العادي يكون فيه قرارات سريعة توصيات سريعة توصل هو إحنا اللي بنتكلم فيه إن شاء الله ربنا يكتبنينا النجاح والاستمرار و إن شاء الله من يوم الحد هنبتدي نشوف المخرجات بإذن الله على طول إحنا بنقول قد تكون يتحول هذا الحوار الوطني إلى عصة صحرية بالفعل ليه عصة صحرية لإننا بنخلص الجلسة في ذات اليوم بنبعت للأمانة الفنية تقرير بالكل المكترحات اللي تم التوافق عليها هذا التقرير اللي بتقدم للأمانة الفنية بيطلع لمجلس الأمنة وبدوره بيروح للضمانة اللي على أساس هتأمل للحوار الوطني وهي ضامنة السيد الرئيس الجمهورية إحنا 80% من معلوقاتنا عبارة عن قرارات إدارية صحيح ورأس الهرم الإداري في مصر هو السيد الرئيس الجمهورية وهو اللي دعا لهذا الحوار وهو اللي قال بشكل مباشر كده هذه التوصيات سوف تكون معبرة عن طلبات شعب مصر وأنا هستجيب لهذه الطلبات بالفعل استجابة سيد الرئيس لمسألة الإشراف القضائي على طول واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات فده يطام دلالة دلالة واضحة ده نكمل به كمان في المؤشرات الاقتصادية نقطة أهمة جدا هي مسألة استغلال أصول الدولة يا دكتور ودي نقطة يمكن الناس يعني بيختارت عليها الأمر وهو حديث على السوشيال ميديا وإحنا هنبيع الأصول هنعمل بها إيه الأصول الدولة غير مستغلة اتكلمتوا عنها في الحوار الوطني تقدر بـ 700 مليار مزبوط اطروحاتكم ايه فيها ده صلاة لا هو الموضوع مش موضوع الـ 700 مليار بس احنا دينا أصول أكبر من كده بكتير ده 700 مليار دول تم اكتشافهم وإحنا بنجيب الـ data المرتبطة بالحوار الوطني دي أصول كانت مش محسوبة وضيعة يعني احنا للأسف شهيك جدا قبل الحوار الوطني ما كانش عندنا بشكل مباشر وواضح لشعب مصر كله ما كانش عندنا بيان واضح بأصول الدولة مش موجود وصول مصر قد ايه سواء مستغلة أو غير مستغلة ما كانش فيه بيان واضح بهذا الكم تواصلنا عن مركز بقى معلومات رياسة الوزراء وتواصلنا مع كافة المركز الإحصاء والتعبئ عن مع أكتر من مركز ووصلنا جمعنا data ووصلنا لقينا أن فيه حوالي 700 مليار جليل أصول ما هيش كان يمكن نقول تايها بشكل مباشر كده فهذا الدلالة أن الحوالي الوطني حيبقى مؤتي ثماره فيه أفكار لاستغلال هذه الأصول فيه كلام مع رجال الأعمال مثلا عن مشروعات في هذه الأصول طبعا الجزء التاني من الحقيقة يعني من هذه اللجنة اللي هي لجنة أولاد الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة احنا بنناقش فيها ايه؟ بنناقش سياسة ملكية الدولة بمعنى ايه؟ الحكومة أعلنت هذه الوثيقة وقالت أنا خلال ثلاث سنوات سوف أخرج من أنشطة بالكامل أنا كنت ممودة فيه هنا بقى بنتكلم اللي أشيه يعني إحنا هنبيع وصول مصر مش ده الموضوع إحنا سياسة ملكية الدولة بتقول أن الحكومة هتتوسع وحتزيد في أنشطة وحتخرج من أنشطة تسيبها للقطاع الخاص الأنشطة اللي هتتوسع الدولة فيها هي الأنشطة المرتبطة بتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن المصر يعني مجموعة الحماية الاجتماعية وده دور الدولة ومع الكسافة السكانية اللي دايما بتزيد يوم بعد يوم الاستثمار أحد الحلول الموجودة على الساحة وعلى الحوار الواطن هذا الصندوق السيدي الصندوق السيدي فكرته أنك لما هتنقل له أي أصل حيخرج برة البيروقراطية الشديدة وهذا الحقيقة الإهضار للوقت والوقت يساوي فلوز بالنسبة للمستثمر يعني أزمة المستثمر دايما في الوقت أنت هتديني ده إمتى أنا هتديني أشتغل إمتى ومفرقش معاه كام قد إمتى فالصندوق السيدي هو أحد الأدوات اللي بنعول عليها الحقيقة يا صندوق مصر السيدي مناخ الاستثمار الخاص بالتحديد الحديث يعني بقية إن شاء الله والحديث مستمر والناس كلها أمل في هذا الحوار الوطني أنه يخرج بحلول وأطرحات لكل هذه القضايا اللي بتطرح وتناقش داخل جلسات الحوار الوطني أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رأيمان محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا